السلام عليكم ورحمة الله في أغلب البلدان الإسلامية بما فيها الجزائر فتقبل الله مننا ومنكم الصلاة والصيام والقيام وصالح الأعمال وجعل هذا الشهر إن شاء الله شهراً مباركاً على الجميع أينما كانوا على جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وطبعاً على إخواننا في الجزائر والجزائريين سواء في الداخل أو في الخارج هذا الشهر هذا الشهر هذا المرة هذا العام سيكون له طعم خاص فهو شهر التحرر من الملذات والشهوات وفي نفس الوقت شهر التحرر من الطغيان بإذن الله هذا الشهر الأعمال فيه مضاعفة الحسنات فيه مضاعفة الشياطين فيه تصفد طبعاً شهيتين الجن شهيتين الإنس يبقوا معنا وسيكون طعم خاص طعم خاص لأن الجزائريين لأول مرة منذ 27 سنة يعني هذا الرمضان 28 في الحقيقة لأول مرة راح يصوموا ويفطروا ويصلوا ويخرجوا ويدخلوا وهم فيه نوع من الحرية أو فيه نوع من الأمل فيه أمل كبير وفيه نوع من الحرية فيه نوع من الشارع الشعب هو اللي هو اللي مسيطر على الأوضاع إجمالاً حتى وإن كان ما زالت العصابات هي التي تحكم تقبل الله مننا ومنكم إن شاء الله هناك حداث كثيرة جداً سيكون تركيزي على اعتقال وتقديم للمحكمة العسكرية اليوم ثلاثة من كبار المجرمين إذا موشهم أكبر المجرمين اللي عرفتهم الجزائر في العشرين سنة الأخيرة بالنسبة لسعيد بودفليقة وسبعة وشرين سنة وما يزيد بالنسبة للتوفيق الحقيقة توفيق منذ سنة تسعين وهو يتآمر ضد الشعب الجزائري منذ ربعة سبتمبر تسعين يوم عينا على رأس الدياريس ويوم وضعه العربي بالخير الكاردينال كما كانوا يسموه وصانع الرؤساء المقبور العربي بالخير أحد كابرانات فرنسا لانتقم من الجزائر والجزائريين أي منتقام وأتعود ويعود الخطأ الأول والأكبر في هذا إلى مجموعة من المجاهدين ابتداء من كريم بالقاسم مرورا ببومديا ثم الشادلي هؤلاء هم الذين جاءوا وعطوا مناصب وعطوا مواقع لضباط فرنسا أي للجزائريين الذين كانوا يقاتلون من أجل تبقى الجزائر الفرنسية هذه كل من ذكرها نقول أي غباء أي حمق أي جهل كان عند هؤلاء حتى يسمحوا الهؤلاء الذين كانوا كابرانات عند فرنسا باش يتولوا مناصب بالرغم من أنه حذرهم كثير من المجاهدين ومحمد شعباني رحمه الله اللي قتل في 3 سبتمبر أو 4 سبتمبر 1964 كان سبب الرئيسي لقتله سبب الرئيسي كل باقي بروباغندا سبب الرئيسي هو أنه رفض أن تعطى مناصب لكابرانات فرنسا ولذباط فرنسا راح نشوفوني أكثر فأكثر بهذا النواضر إخواني الحقيقة هذا النواضر الآن بدأت نتعود عليه هم هذا يساعدوا في تخفيف اللي يسمى البلولايت أو الإضاءة الزرقاء أو اللون الأزرق ليطلقوه التليفونات والكمبيوتر ونتيجة للصداع المزمن اللي يعاني منه فهذون يخفوا شوية من الصداع فتحملوني بهذا النواضر شوية وصعب لوحد باش يتعود عليهم لكني بديت نتعود عليهم شوية إذن قلت هذه الأحداث الآن طبعا كانت اليوم فيه نبدأ لكم بملخص نقطتين أو ثلاثة طلبة حي الله طلبة اللي يخرجوا اليوم في العاصمة في الجروند بوست بشكل خاص واللي مرة أخرى رفعوا شعارات قوية ضد العصابة ضد بدوي ضد بن صالح وكان الشعار قوي وقوي جدا لا لانتخابات العصابة نعم لن تكون هذه انتخابات العصابة بإذن الله لا لانتخابات العصابة ولا لبدوي ولا لبن صالح نعم لإسقاط العصابة كل العصابة نعم لاعتقال العصابة كل العصابة هذا هو اللي يجب أن يحدث كان فيه أيضا قوضات مجلس المحاسبة اللي كسروا بوتفليقة منذ أن جاء حتى قبل بوتفليقة حتى نكون منصفين بدأوا يحطوا فيه بيجن بعد الانقلاب لما جاء بوتفليقة كسروا تماما طبعا بوتفليقة عنده حسابات مع الكوردي كونت وبالتالي جاء ينتقم بقوة منهم رحي الله حرار القوضات مجلس المحاسبة اللي أيضا طالبوا بالإطاحة بواحد من المفسدين لما وضعوا بوتفليقة ووضعوا السعيد على رأس الله كوردي كونت كان هناك في خطاب أيضا لبن صالح صراحة لنا نتوقف على خطاب بن صالح الجميع يعرف يعني أي واحد رأي سمع فيه الآن حتى من اللي ما يسمعنيش يعرف اللي بن صالح كما يقل مثل عندنا خضرة فوق طعام أو خضرة فوق عشاء أنه ليس له أمر أنه في الحقيقة رئيس دولة وهو ليس رئيس حتى رئيس بلدية أن القرارات كلها تصدر من عند قايد صالح والعشرين جنرال يرام يحكمه اليوم حكما كاملا وأن ابن صالح لا يملك حتى أن يستقيل وإن كان هناك كلام قيل أنه قدم استقالة وقالوا له قدمنا الاستقالة وهو ما إذا حبه يوما ما تحت الضغط الشعبي يقدمها سيقدمها وإلا هو لا يملك من أمره شيء شيء إذن ناشف رح نقف عند خطاب وعند كلام وكلام ديماغوجي كلام لغة خشب يتم تعني الكلمة ويتحدث عن الحوار وأي حوار مع من إذا كان سيدك قايد صالح تكلم على العصابة والآن رح يعتقل في العصابة ورح يدخل فيهم في الحبس وتكلم على القيوة غير دستورية اللي حكمت البلاد بمعنى السعيد وخاوتو اللي كانوا معاه وانتا معينك السعيد كرئيس المجلس الأمة قبل شهرين في جونغي فقط جدولك أعطاك التجديد وبدوي معينه السعيد بودفليقة إذا كان رئيس العصابة هو اللي معينكم وانتما الآن رحكم تحبوا تقولوا باللي نحن رئيس الدولة ورئيس الحكومة لا رئيس الدولة ورئيس الحكومة ولذلك العبث قايد صالح واللي معاه أنهم يقعوا في تناقض خطير من جهة قايد صالح أتهم السعيد طبعا معها التوفيق ومعها ترطاق لكن دعنا نركز على السعيد هنا لأن السعيد هو اللي كان يحاكم باسم عبدالعزيز باسم خوه من جهة تهم بأنه على رأس عصابة وكانت اتهامات آخر اتهام يؤدي إلى العدم في خطاب 30 مارس وفي خطاب 2 أبريل ومن جهة أخرى ومن جهة أخرى يريدنا أن نقبل بابن صالح لعينه السعيد وبدوي لعينه السعيد ووزراء بدوي لعينهم السعيد التناقض اللي يقع فيه قايد صالح لماذا يقع قايد صالح في هذا التناقض لأنه من جهة مستوى الفكري والعلمي محدود جدا لأنكم تشوفوه اليوم هم جايبين له دقيقة من حديث ما صعب تفهموا شوي ما تحسش أنه عنده مستوى خلاص ومع أنه مرات يقرأ من الأوراق أغلب الوقت موش مرات ومن جهة أخرى لأنه هناك الجنرالات اللي معاه اللي رهم يتحذروا بشي يصوتوا على السلطة مطلقا لأنه هو رح يجيبوه بره هو في لحظة معينة الجنرالات اللي رهم معاه الآن وتذكروا إخواني هذا الكلام في لحظة معينة الجنرالات اللي رهم معاه الآن لما يشعروا بأن الشعب يضغط ويضغط بشدة رح نضحوا به هو نفس الشي اللي قام به هو بوتفلقة بعبد العزيز ثم قام به السعيد نفس الشي في السلطة هذه تعرفوا باللي في السلطة هذه علش أمر السلطة خطير وعلش الدول الغربية هذه المتقدمة والدول علش درت له قواعد صارمة ودارت ما يسمى بتشيك اند بالانس ودارت أجهزة تعرقابة خطيرة ووزعت السلطات لأن السلطة الأب يقدر يقتل ابنه السلطة الابن يقتل بابا على السلطة هاي دول هاي دول أمامنا الآن أكثر هذه الدول اللي تسمى ملاكيات أكثرها واقع فيها انقلابات أكثرها واقع فيها انقلابات إما الأب على باباه الأب على ابنه أو الابن على باباه أو الخو على خوه لماذا السلطة خطيرة قضية شهوة السلطة هي أخطر شهوة على الإطلاق ولذلك علماء السياسة وضعوا لها عند الغربيين وغير الغربيين وضعوا لها قواعد وضعوا لها أسس والأنظمة هذه اللي قامت وانتشرت وازدهرت وضعت قواعد سارمة لقضية السلطة أصدق الأصدقاء يقدروا يتقاتلوا على السلطة الإخواء يقدروا يتقاتلوا على السلطة السلطة أخطر من المال وأخطر من الدنيا وأخطر من أي شهوة أخرى إلا من رحمه ربك إذن اللي راه واقع الآن هو أنه في النهاية هذي الجنيرالات اللي راه موراه سوى بالقصير أو هذا أبو عز وسيني أو قايدي أو زراد أو بشار أو مجموعة من الجنيرالات يعني كاش نهار إن شاء الله برك ما نش لاقي الوقت باش نعود نجيب لكم قاعد الأسماء هؤلاء في لحظة معينة سيطيحون بقيت صالح باش يقدموه للشعب على أساس أنه الشعب لا يريدك وسيطيحون به ونقول لكم إذا كم القاعد صالح على المصار اللي راه ماشي فيه صدقوني يوما ما سترونه كما رأيتم اليوم توفيق وكما رأيتم ترطاق كما رأيتم سعيد هل كان هناك هل كان هناك الآن بصراحة اللي راكم تسمعوا فيه واللي تسمعوا هذا الحديث هل كان هناك من يصدق أن توفيق سيدخل تريبينال ميليتير على أساس متهم في البليدة أو ترطاق أو سعيد هل كان هناك من يصدق أن عناصر الديجياسي والقوات الخاصة في الدرك تروح تعتقل توفيق وتروح تعتقل ترطاق وتروح تعتقل السعيد هذا أرباب البلاد هذا أرباب البلاد ترطاق توفيق في زمان ويقول له هو أربا تزاير ترطاق ربي أرباية بوحد آخر السعيد كان متربب باسم أخوه وحكم الفترة الأخيرة كلها سخاصة السبع السنوات الأخيرة وحده يقول وحده يعني أخوه كان منتهي هل كنتوا تصدقوا هذا؟ وقع لماذا؟ لأن هناك سراع قوي على السلطة أي كلام أن القيد صالح الآن والجنات اللي رأي معاه يقومون بما يقومون به بسبب الدفاع عن الثورة وعن الشعب كلام فارغ فهو قيد صالح يقول نبلي الثورة مؤامرة قال لك الحراك مؤامرة قال لك الانتفاضة هذه مؤامرة دارها توفيق واللي معاه إذن ما هوش من أجل السلسة اليوم قالوا شيء قالوا شيء مهم جدا يأكد هذا الكلام اللي أنا أقول لكم فيه واللي قلت منذ البداية أن ما يقوم به قيد صالح والجنرالاته هو صراع على السلطة هذا صراع أجنحة إخواني راه الذباب انتاحهم مالي الدنيا راه الإمارات مدتهم بعشرات الآلاف من الحسابات الذبابية ويعتقدون أن الفيسبوك سيغير الناس فيسبوك خلاص دار الخدمة انتعه وانتهى الفيسبوك الناس ممكن يجووا يطلعوا على واحد كمانا يسمعوه مرة ولا اثنين ويسمعوه حديث هنا وحديث الهي أما تغيير الأفكار وتغيير العقلات انتهى لما خرج الشعب وارفع الشعارات انتهى ليس أمامكم أي خيار آخر إلا أن تسمعوا للشعب وكل ما راكم ضيعوا في الوقت ستدفعوا ثمنه ثمن هذا الوقت اللي راكم ضيعوا فيه ستدفعون ثمنه الأسبوع الماضي بعد خطاب قيد صالح نهار ثلاثاء الفائت قلت له شوف الجمعة هذه ستسمع ما لم تسمحه من قبل وكنت على يقين أن الشعب راح يهاجموا بقوة لم يسبق لها مثيل وشفتوا واشرهت الجمعة اللي فاتت هل أنا أقرأ للغيب؟ لا باختصار بسيط أنا أعرف الشعب وأفهم الشعب وأعرف ما يريده الشعب وهاني نزيد نقولها لهم الآن كل تأخير ستدفعون ثمنه ما تقومون به لحد الآن وهو صراع على السلطة والدليل الدليل جامل عندكم اليوم حتى ما نروحوش بعيد اليوم وكاة الأنباء والتليفزيون يتحدث على أنه تم اعتقال محمد مدين المدعو توفيق وبشير طرطاق المدعو أثمان والسعيد بوتفليقة بناء على المادة 284 من قانون العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات ليس نحن نقرأ لكم القوانين لأن أي واحد يقدر يكتب ويخرجهم ليس مشكلة وإن شاء الله غضوة نوضعوهم ربما أيضا على الصفحة لكن ملخص المادة 284 من قانون العسكري والمادة 77 و 78 من قانون العقوبات تتحدث عن محاولات الإنقلاب المادة 284 قانون العسكري تتحدث عن أن جهة تستهدف مؤسسة عسكرية أو Unity Unity Militar ولا Organization Militar بمعنى أن يكون في محاولة لضرب هذه الجهة العسكرية بمعنى أن يكون في محاولة انقلاب والمادة 77 و 78 تتحدث بصراحة عن الانقلاب إذن ما قام به قايد صالح من اعتقالات يؤكدونه اليوم وهم لن يستطيعون يتراجعوا الآن لأنخلاص قالوها أمس لما كنت نحدث فيكم قلت أتمنى أنهم يخرجوا المواد من تعلين انقلاب لأن حينما يذكروا المواد تعلين انقلاب سيؤكدون أن القضية أن قايد صالح تقلهم لأنهم كانوا سيقومون من انقلاب ذدوا إذن هذه تأكدت اليوم القضية هي قضية صراع على السلطة خاف قايد صالح أنهم من حول السلطة فقام بتحذيرهم بتهديدهم ببتدان 2 أفريق لماذا تتأخر؟ لأسباب الأرباب في الخارج هاو علش تأخر تأخر لأنه متخوف كان متخوف قاعد يمهد ويمدد لأنه متخوف من الموقف الأمريكي والفرنسي بشكل خاص كيف سيكون رد الفعل واضح أن الإمارات تقوم بدور وسيل بين قايد صالح وجنيرالاتو والفرنسيين والأمريكيين واضح الآن لكن النقطة الثانية لتأكد هذا الموضوع ما قاله نزار قبل أسبوع نزار ملخص ما قاله اكتب مقال طويل في الموقع الإجرامي انتع بنو اللي باسم بنو هو موقع تاعو وقال أن السعيد قاله أنه نتكلم معه مرتين منذ بداية الحراك وأن السعيد في واحدة قاله وش رايك أو سقساه كون نقيل قايد صالح نزار يقول أني انصحته لا تفعل لأن هذاك يؤدي إلى تقسيم الجيش كاللي رح ينجو مع القايد صالح وكاللي رح ينجو ضده وفي ثانية يقول أنه قاله أنه سيعلن إذا بقات الأوضاع مثل هذه سيعلن حالة الحصار وحالة الطوارئ اللي تهمنا الجزء الأول أن نزار يعترف ويقول من أن السعيد استشاروا في قضية الإطاحة بقايد صالح في الحقيقة حتى وش قاله في أول أفريل اصدار بيان ولعل لكم كلكم تتذكره بيانت أول أفريل يقول بأن الرئيس بوتفليقة كما يسمونه قد قرر عدم الذهاب إلى عدى خامسة ولكن انتظروا قرارات مهمة ستصدر قريبا هذا كان في 1 أفريل القرار اللي صدر في ليلة 1 أفريل إلى 2 أفريل يعني 1 أفريل في الليل البيان هذا الأول صدر في 1 أفريل صباح البيان اللي كان راح سيصدر في 1 أفريل في الليل واللي كتبه بيان سعيد بوتفليقة هو قالت القايد صالح ولذلك القايد صالح رد عليه في 1 أفريل أو في 2 أفريل السباح أو في 1 أفريل بأن أي قرار يصدر من القوة غير دستورية في 2 أفريل أي قرار يصدر من القوة غير دستورية فهو لا معنى له وهناك وين شن قايد صالح هجوم عنيف وتستطيع الناس أن تروح إلى خطاب القايد صالح يوم 2 أفريل شن هجوم عنيف على القوة غير دستورية واتهمهم بكل الاتهامات وبما فيهم ترطاق وبما فيهم توفيق وخرجت قناة الشروق باش تشرح وقالت أنهم التقوا زادت لاهية قالت أنهم التقوا برئيس المخابرات أو أحد كبار ضباط المخابرات الفرنسي يعني باش يركبونهم التهمة لكن الآن في التهمة اللي داروها لهم اليوم ما يتكلموش على لقاءهم مع ضابط مخابرات فرنسية لماذا لماذا سواء تلقاهم ضابط مخابرات فرنسية أو ملتقهمش لأن الفرنسيين باختصار بسيط يعودوا قالوا لهم أنتم تعرفون أن هذا ليس صحيح وأن أي اتهام بأن فرنسا متورطة في عملية الانقلاب أو محاولة الانقلاب ستدفعون ثمنه فتراجعوا عنه تراجعوا عن اتهام هؤلاء الأشخاص بارتباطهم بطرف خارجي كما قالوا في 2 أفريل وكما شرحت الشروق وجابوا لي يشرحوا وجابوا لي يمهدوا ويقولوا أنه كانوا لقامعة قال مسؤول مخابرات فرنسية إلى آخره وجاءت التهمة الآن فقط هي تهمة المحاولة الانقلابية أي أن التهم الموجهة إليهم بناء على بناء على مادة 284 من القانون العسكري والمادة 77 و78 من القانون العقوبات هو محاولة الانقلاب العسكري ها هو وين كين قولوا باللي هذا صير على السلطة لماذا ما وجهوش للسعيد مثلا الآن ممكن يوجهوها لغدوة بعد ما يسمعوا هذا الكلاب لكن خلاص فات لكن كانوا قادرين يوجهولوا مثلا انتهام محاولة فرض حالة طوارئ محاولة فرض حالة الحسار ما وجهوها لوش لماذا ما وجهوش للتوفيق وترطاق اللقاء مع ضابط مخابرات فرنسي ما وجهوها لوش شفتوا أخواني علش مهم جدا أن الحاكم أي حاكم يزمن أن يبقى الناس فطنين وفيقين لأنه قد يتلعب فما بالك أن هذا الحاكم لا يعترف أنه هو الحاكم الفعلي يتصالح من معه ولكن يتصرف كحاكم مطلق مش فقط حاكم فعلي بصلاحيات مطلقة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة على قول الكواكبي نعطيكم درك ملخص كيف اعتقلوا بحسب مصدر ثقة كاملة أخبرني اليوم كيف تم الاعتقال لنتاحهم أمس أمس أرسلت قوة خاصة من الدرك الوطني مع عناصر المخابرات أنت على دي جي اس اي دي جي اس اي هي المديرية العامة للأمن الداخلي أرسلت إلى بيت توفيق بيت ترتاق توفيق يقيم في حيدراء ترتاق يقيم أيضا في كليب دي بان ويقيم أيضا في حيدراء البيتضار ويقيم audio ورسلت إلى السعيد في البشر الإبراهيمي أخبرني المصدر من أنه في الفيلة التي كانت باسم أمه وليس في الشقة التي باسم عبد العزيز بوتفليقة في البشر الإبراهيمي بين الشقة وبين الفيلة عند عبد العزيز والشقة والفيلة التي كانت على اسم أمه حاولي 200 метر في البشر الإبراهيمي السرواي يعتقد كان اسمه سابقا يعني أنه في حين أن ترطاق وتوفيق تم اعتقالهم قال لهم أن جينا نعتقلوكم فرحوا بهدوء فإن السعيد كان في حالة هستيريا حقيقية وأنه كان موجود معه أخوه ناصر في الفيلا هذا حسب مروالي المسدر الذي أثق فيه لكن أعتقلوه وبشدة ولي اعتقلوا التوفيق وترطاق عاودوا بعد ساعة قال كانوا شاعرين بالجان كانوا شاعرين بالإزعاج وهم يعتقلون هؤلاء اللي هم كانوا أرباب كبرى جنرالات يعني اسم التوفيق وحده كان يرعب الناس يرعبهم إلى درجة فترة معينة كانوا كثير من الناس يكذبوا يقولوا لي ما كايش توفيق اللي رك تهدر عليه لا يوجد توفيق أنا من 95 لم أنساه يوم واحد ابتداء من أول مرة أول خروج لي في الحديث في الحديث الثاني لم أنسى توفيق أبدا لأنني كنت عارفه أنه هو من أجرم المجرمين على الإطلاق مع أننا ذلك 95 كان عنده غير خمس سنوات في الوظيفة ومن 95 إلى 2015 13 سبتمبر إلى 2015 اللي طاح به 20 سنة وأنا أتحدث عنها وأستغرب الآن بعض الذوباب الإلكتروني يقول لك آه هذا عندنا معنا أقدر يعني فيه أحد ليس هناك مباهة الآن ليس لكي أفتخر أو أتباهى لكن فقط لتثبيت الواقع والحقائق هل فيه واحد هاجم الدياراس كما هجمتها نعم والله بدون مبالغة ليس هناك واحد هاجم توفيق الدياراس كما فعلت إلى درجة أنهم كانوا ذوبابهم اللي كان آنذاك يقول لك جنرالات جنرالات زي طويل لا تكلموا جنرالات 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 نعم هذا الدليل هذا كله صير على الجنرالات هذا الدليل الجنرال يعتقل جنرال يطيح بجنرال الجنرال يتحكمون هذا الدليل أن جناتهم اللي كان يحكمون وهذا كان خلافي مع بعض الناس اللي كانوا يقولوا لا لا ابو تفليقة هو اللي يحكم قلوا ما اسمه ابو تفليقة عجبتوا الدبابة وره لا يسوي شيء آه نعم كسر بين الجنرالات دار بينتهم الخلافات آه جاب هذا هذا كله داره لكن في الحقيقة في النهاية الدبابة هي التي تحكم ولذلك لماذا لم يستطع السعيد اللي كان ناس كلها طبعا تعرف أنه يحكم في بلاس تخوه لماذا لم يستطع أن يعتقل قيد صالح لماذا باختصار بسيط لأن الجنرالات كان هما السلطة الحقيقية لماذا حينما أصدر قراره بالإيطاحة بقيد صالح في مساء واحد أبريل لم يجد من ينشره ولا قناة واحدة ولا موقع واحد ولا جريدة واحدة قبل تنشره أصلا موصل لهمش لماذا لأن الحقيقة هي أنه كان هناك وكنت تكلمت عليها أنا من 26 مارس قلت في 26 مارس 27 مارس نستخدم ترجع اللايب ما بين 26 مارس وممكن 29 مارس قلت أن هناك قوات خاصة من الدرك وضحها بالقصير في أهم مؤسسات الدولة إلى مش كل مؤسسات الدولة الإذاعة، التلفزيون، الجرائد، بعض الجرائد يعني وكالة الأنباء، كلها كان فيها ضابط متخصص من القوات الخاصة ومعه مجموعة بطبيعة الحال، ما يكونش واحده الضابط وهذوك لما شفتوا في التينيل واحدة النهارك، واحدة الجمعة شافت سيارات الدرك من القوات الخاصة وشافتها توقفت أمام تلفزيون هذك اليوم كانوا يتنقلون إلى أهم المراكز منتع الدولة باش ما تكونش هناك مفاجأة لأن اللاعب الرئيسي فيما يحدث اليوم مع قايد صالح هو باللقصير هو رئيس الدرك البرح كانوا طالعين إشاعة من أنها باللقصير تمت لقاءة لما سمعتها طبعاً مصدقتهاش لكن قلت خليني نزيد نتأكد ولذلك تطلب منكم أمس أني نتأخر 15 نتخيق للمستحيل باختصار بسيط فنعود للموضوع إذن عاودوا ورجعوا اللي اعتقلوا توفيق وترطاق وطلبوا من أبنائهم أو زوجاتهم أو طلبوا من أهلهم يعني قالوا لهم وجدوا لهم الفاليزات نتاحهم ولما سئلوا قالوا لما أعطوهم الدوا لعندهم الدوا ولباس اللي يحبوا يلبسوه إلى آخره ولما سئلوا لماذا يعني لماذا لماذا تحوصوا تديرهم الدوا ولماذا قالوا لأنه راح الحالة راح أطول نعم الحالة راح أطول لأن هذه المواد اللي اذكرتها لكم المادة 284 من القانون العسكري والمادة 77 و 78 من القانون العقوبات تقرر الإعدام للتهم الموجودة طبعا حكم الإعدام ليس منفذ في الجزائر منذ سبتمبر 1993 لكن على الأرجح إذا أصدروا أحكام ونحن نرفض أن تصدر أحكام الآن نحن قلنا أن هذه العصابات يجب التحفظ عليها في حبس احتياطي طبعا أن تكون تحت حراسة مشددة حتى لا يفرون ولا يهربون ولكن يجب أن يحاكموا قضاة عدول قضاة عادلين وعدول لكن هم إذا أصدروا إذا أصدروا الحكم وإفقان هذه المواد فهو حكم بالإعدام وسيخفف إلى حكم بالتأبيد يعني من 25 سنو الفوق هذا طبعا إذا بقي قاية صالح وجنيرا لاتو لأن الوضع متوتر ومتوتر جدا والقلق شديد الآن في خبر آخر يقول أن ملزي ملزي هذا اللي ما يعرفوش هو اللي كان مسؤول على إقامات الدولة أنتع زيرالدا وانتع عفوا انتع سيدي فرج وكلوب دي بان مهم إقامات الدولة كل هذا يشرف عليها يقال هذا أيضا من نفس المصدر اللي 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 أخبرني أن ملزي بعد ما اعتقلوه وحطوه تحت ضغط شديد تعذيب بكل تأكيد قال لهم نعطيكم معلومة مهمة وخفالية وهي أنه أنه كان مركز التصنط في مركز للتصنط في رغاية مركز التصنط في رغاية هذا أنا نعرف هذا المركز من اللي كنت ندير في الأرمي تاعي في لغارنيسا وحتى زرت المركز هذا إذا كان ذكرتي جيدا هي رغاية مش رويبة يعني لكن على الأرجح رغاية مركز التصنط هذا كان تصل كان تليطة ماجور قيادة الأركان كلها وتليفوناتها كانت تحت الرقابة وتحت الاستماع مركز الرغاية هذا يتصنط على الجزيريين يتصنط على اللي يطلب النظام لما يطلب من هذا المركز هو مركز عسكري تابع المخابرات يعني كان تابع الترطاق ومن قبل كان تابع التوفيق هذا المركز اللي يطلبوا منه يتصنطوا عليه يتصنطوا عليه فهما عندهم تصنط نتعالى في تليفونات وحطوها تحت الرقابة هذا الألف من بينها كانوا تليفونات قادة الأركان كنقولوا قادة الأركان معناها من قايد صالح وقادة النواحي الستة المدرع المركزيون يعني أهم شخصيات الجيش كانوا كلهم يتصنطوا عليهم وأن ملزي قال بأنه هو اللي مد الخبر من أنهم يتصنطوا عليهم وعلى الأرجح أن التصنط كان يروح إلى ترطاق على الأرجح لأنه هو اللي كان آخر مسؤول على المخابرات كما نعرفو ترطاق تمت الإطاحة به في نفس اليوم اللي تمت الإطاحة ببوتفليقة وهو 2 أبريل طبعاً هو يقولوا استقال ما استقال لا استقال لهم يحزنون لما تمت الإطاحة ببوتفليقة وخرج بالبيجاما نتاعه تنهار 2 أبريل في نفس الوقت قبلها كانوا قالوا لترطاق رح إلى دارك وحتى اعتقل اعتقد يوم أو يومين ثم اطلقوه أين نمضي؟ أين نمضي في هذا الصراع ونحن الذي خرجنا من أجل التحرر من أجل استرجاع الكرامة من أجل استرجاع المال من أجل استرجاع الأرض من أجل استرجاع الوطن من أجل استرجاع الدولة أين نمضي؟ أين نمضي؟ وخاصة أن هناك بروباقابا Bleب رهيبة تجعل كل من يشكك أو يريد أن يفهم ما يقوم به القاية الصالح وكأنه مع العدو وكأنه مع العدو نسيت وش كون قاية صالح؟ قبل 22 فابراير كان يحضر في الانتخابات والعهدى الخامسة وبعد 22 فابراير كان يتهم في الناس الثائرة والمنطفذين وفي الحراك بأنهم مغرر بهم ومحرّذين وانسيتو انسيتو شكون قايت صالح مومن 92 وهو يقتل في الجزائريين 27 سنة لكن ما عليش خلينا ننسوا كل هذا هنا في الغرب وفي الدول التي تحترم شعوبها الحاكم كيفما كان يحاسب ويراقب والصحافة يراقب والقضاء يراقب والبرلمان يراقب وكل يراقب حتى لا يطغى الحاكم لأن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغناء أخطر استغناء هو الاستغناء بالسلطة لأن السلطة معنى المال معنى النفوذ معنى الشهرة معنى كل هذه الأشياء وعندنا احنا في تقاليدنا الإسلامية وانتحدثوا عليها خاصة لنا غدا الرمضان ينوذ رجل لسيدنا سيدنا أبو بكر صاحب ثاني اثنين إذ هما في الغارض يقول له لا تحزن إن الله معنا مع ذلك هذا الصحابي العظيم وأول خليفة للمسلمين يقوم له رجل بعد ما يقول سيدنا أبو بكر عينوني إذا أحسنت وقوموني إذا أخطعت إلى آخر فيما في خطبة شهيرة يعني ما معناه يقول له والله لو نرى فيك أويجاج لقومناك بالسيف بالسيف نقومه بالسيف فيرد أبو بكر ويقول رحم الله هذه الأمة رحم الله هذه الأمة أن جعل فيها من يقومني بالسيف إذا أوججت إذا أخطعت الذين يقدسون اليوم القيد صالح عن خبث أو عن حمق إنكم تصنعون سيسي آخر ولن يكون في الجزائر سيسي آخر بإذن الله لن يكون الذين يقدسون قيد صالح يرتكبون إذا كانوا عن حمق وعن جهل يرتكبون خطيئة كبيرة وإذا كانوا عن خبث وعن مكر فإن التاريخ سيلعنهم وما عند الله أعظم إذا كانوا مؤمنين أصلا والله لن نتردد ولن نقف لحظة واحدة ضد أي ظالم والله لو كان يكون ابني ظالم أو والدي ظالم أو بنتي ظالمة أو أمي ظالمة والله ما تركت لها وإلا وقفتها عند حدها بدأت تصل التهديدات والآخر وسنصفيك مرحبا بالتصفية مرحبا بالموت مرحبا بالقتل إذا جاء من أجل الحق مرحبا بذلك 24 سنة وأنتم تخوفون لم يزدني ذلك إلا ثبات وإلا قوة على الحق إذن الآن فخلاصة حتى لا أطيل وغدا رمضان لا أريد أن أطيل عليكم أكثر الخلاصة هو أن الانتخابات التي سأتكلم عليها اليوم بن صالح لن تتم ربع جويلية لن تتم ورمضان هذا سيكون شهر أكثر لأن الناس ستلتقي قبل الصلاة قبل الإفطار وستلتقي بعد الإفطار وستلتقي في التراوية وبعد التراوية وقبل الصحور وستتحدث وتتجمع هذا وطننا سنسترجعه يعني سنسترجعه إذا سمع القيد صالح وجنيرالاته إلى الشعب الله يبارك إذا أحسنتم أقول لكم أحسنتم شكرا لكم إذا راكم تظنوا باش تستخدموا الحراك والانتفاضة والثور الشعبية باش تصفوا الحسابات مع غصومكم وتستولوا على السلطة كاملة هذا لن يكون هذا لن يكون سيخرج الناس وهم صائمون كما سيخرجون وهم مفطرون بعد الإفطار وسيواجهون أي تكتل وأي قوة تريد أن تمنعهم من الحرية ومن النهضة ومن استرجاع أملاكهم وأموالهم التي نهبتموها جميعا اليوم قاعد صالح جايبينوا في دقيقة يقول أنا منسيت الشهداء اللي تفنتهم بيدي إحنا أولاد الشعب ونبقى مع الشعب ما شاء الله أولاد الشعب وتبقى مع الشعب هيقوم بموقف واحد رجع الأموال لنهبوها أبنائك بلا حدود أعتقل أبنائك وأعتقل طليب أنسيبك وهو اللي قائم بالأعمال هذه كلها أو جميعي اللي هو قائم بالتهريب من تبسة وهو شريك مع أبنائك أعتقلهم يا جيد الصالح أعتقلهم وقل أنك بالفعل تحارب الفساد سيسمع لك يوم ربما يقولوا آه والله حتى بنائوا ونسابوا قام باعتقالهم أما على قول الكذوب وصدقة في هذه عبدالغاني الهامل لازم تكون لازم تكون صالح والله لازم تكون مكش مكش فاسد باش تحارب الفساد لحارب الفساد ما لازمش يكون فاسد واللي يريد أن يكون مع الشعب راه قائم دراك انتت وعدت أين المادة السابعة والثامنة أين المادة السابعة والثامنة من الدستور مش قلتها في 30 مارس وفي 2 أبريل لماذا لم تعد تقولها أبدا بعد ذلك تعتقد وتريد أن تفهم الناس أن هذه الاعتقالات التي نرحب بها مرة أخرى ومازال مازال أويحية مازال سلال مازال ولد عباس مازال نزار مازال صاحب قناة العار مازال قائمة طويلة مازال كثير من الولاد كثير من الوزراء بدوي بن صالح كل هذن مازالهم وإن شاء الله تقوم بهم لكن أين المادة السابعة والثامنة من الدستور أين المادة السابعة والثامنة من الدستور ألم تقول من أنك ستعود ستطبق المادة مئة واثنين والمادة السابعة والثامنة الآن أصبح الحديث عن المادة السابعة والثامنة آه رحوا لفرق دستوري ولماذا ترحوا لفرق دستوري ما هي أصلا مادتين من الدستور شفتوا تلاعب الشعب الجزائري فايق ولا تعتمد على الذباب الذباب رأي 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 تصنعونه وبعدين تسمعون له الحقيقة رأي في الشارع وأنا نقول لك الآن من الآن قيد صالح إذا لم تعلن على تطبيق المادة السابعة والثامنة من هنا إلى قبل الجمعة فهذه الجمعة القادمة وبعد المغرب لما الناس تخرج أو حتى قبل المغرب سيرفعون شعارات ضدك وضد بن صالح وضد بدوي وضد الانتخابات ولن تمر هذه الانتخابات والمرة القادمة سنقدمونهم أسماء الجنالات الآخرين وسترفع أسماء الجنالات الآخرين اللي رأي متخبين وراك من بعزة وسيني إلى قائدي إلى بن القصير وخاصة بن القصير سنفتح مجال بن القصير كله نهبو بكل شيء أدوار زوجته اللي رأي هي تحاكم في تيبازا الآن سنأتي بكل التفاصيل وستنشر في كل مكان بالنسبة إليكم فيما يخصني أنا شخصيا ليس لكم معي حل إلا أن تخرج هذه الروح من هذا الجسد أما مدام رأي فيه نفس فإنه والله لن نسكت على هذا الوطن ولن نسكت على تلاعبكم ولن نسكت على خدائكم وعلى محاولة الالتفاف وعلى الصراع بين الأجنحة اللي تحبوا تسيطروا بها البلاد وللإمارات من ورائكم تريد أن تشنشئ سيسي آخر لأنها في لحظة معينة سيدفعون بالقيد صالح إلى إلى براء هذا إلا ما سجنوش كما سجنه اليوم توفيقه وترطاق والبقية تأتي حياكم الله إخواني أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر